بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بطلابي طلاب الصف السادس ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة يناس مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق في مادة المهارات الاجتماعية تعرفنا في الدرس السابق على قبلة المسلمين اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على قبلة المسلمين الكعبة المشرفة الأهداف التعليمية للدرس أن يعدد الطالب والطالبة أركان الإسلام أن يسمي الطالب والطالبة الموضع الأول للإنساب في الأرض أن يحدد الطالب والطالبة قبلة المسلمين أن يقرأ الطالب والطالبة الدليل على أن الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أن يذكر الطالب والطالبة أين تقع قبلة المسلمين نحن ندين يا طلاب الصف السادس بدين ما اسم ديني؟ أحسنتم دين الإسلام نحن ندين بدين الإسلام للإسلام أركان ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة ما هي أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الركن الثاني إقامة الصلاة الركن الثالث إيتاء الزكاة الركن الرابع صوم رمضان والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا إذن أركان الإسلام هي خمسة ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الركن الثاني من أركان الإسلام هو إقامة الصلاة نحن في كل يوم نؤدي خمس صلوات نتجه فيها إلى القبلة أيضا في كل عام يحج المسلمون وهو الركن الخامس من أركان الإسلام يحج المسلمون في كل عام في البيت الحرام في حول الكعبة المشرفة في كل يوم نؤدي خمس صلوات ما هي الصلوات الخمس؟ من يعرف أسماء الصلوات الخمس؟ نؤدي في بداية اليوم صلاة الفجر ثم بعدها صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم المغرب ثم العشاء عدد الصلوات المفروضة علينا خمس صلوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء عندما نريد أن نؤدي الصلاة ماذا نفعل؟ أحسنتم نقوم بأداء الوضوء ثم نتجه إلى القبلة ما هي قبلة المسلمين؟ القبلة هي الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة نحن نتجه باتجاه الكعبة المشرفة لأداء الصلاة إذن قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة هذه هي صورة للكعبة المشرفة الكعبة المشرفة بهذا الشكل أين تقع الكعبة المشرفة؟ تقع في المسجد الحرام أين يقع المسجد الحرام؟ يقع المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في غرب المملكة العربية السعودية إذن قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس الموضع الأول للناس في الدنيا هو الكعبة المشرفة مدينة مكة قالت الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بكة من أسماء مكة المكرمة وهي قبلة المسلمين أول بيت وضع للناس في هذه الدنيا هي مكة المكرمة قبلة المسلمين في الكعبة المشرفة إذن الدليل على أن الكعبة هي قبلة المسلمين قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى للعالمين أي أننا نتجه لأداء الصلاة ونتجه لأداء الحج حول الكعبة المشرفة الدليل على أن الكعبة المشرفة قبلة المسلمين قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون نقرأ الآية مرة أخرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون يتجه جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للمسجد الحرام لأداء الصلاة هو قبلة المسلمين كما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إذن الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين أين تقع الكعبة المشرفة؟ تقع في المسجد الحرام أين يقع المسجد الحرام؟ المسجد الحرام يقع في مدينة مكة المكرمة أين تقع مدينة مكة المكرمة؟ تقع في المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس كان في مكة المكرمة وهو المسجد الحرام قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ المسجد الحرام قبلة للمسلمين قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون أين تقع الكعبة المشرفة؟ تقع الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تقع مكة المكرمة في غرب المملكة العربية السعودية هذه خريطة المملكة العربية السعودية اللون الأخضر يشير إلى منطقة مكة المكرمة والتي يوجد فيها المسجد الحرام وبه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين هيا نحدد على الخريطة أين تقع الكعبة المشرفة؟ تقع في المملكة العربية السعودية تحديدا في منطقة مكة المكرمة تحديدا في المسجد الحرام هذا هو مكان المكة المكرمة على خريطة المملكة العربية السعودية أحذر الكتاب المدرسي برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة نشاط رقم 4 صفحة 82 أرسم دائرة حول موقع قبلة المسلمين عندي مكة المكرمة والمدينة المنورة ما هي قبلة المسلمين يا طلاب الصف السادس؟ ما هي قبلة المسلمين؟ هل هي مكة المكرمة أو المدينة المنورة؟ أحسنتم مكة المكرمة نضع دائرة على كلمة مكة المكرمة ماذا يوجد في مكة المكرمة؟ يوجد المسجد الحرام ماذا يوجد في المسجد الحرام؟ الكعبة المشرفة قبلة المسلمين الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية نشاط رقم 5 صفحة 82 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة العبارة الأولى تقع قبلة المسلمين في المدينة المنورة أين تقع قبلة المسلمين يا طلاب الصف السادس؟ هل هي في المدينة المنورة؟ عبارة خاطئة تقع قبلة المسلمين في مكة المكرمة نضع علامة خطأ العبارة الثانية تعد مكة المكرمة أول موضع في الأرض يشهد البناء إجابة صحيحة قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين تقع مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية نشاط رقم 6 صفحة 83 لون الكلمة الصحيحة تقع قبلة المسلمين في مكة المكرمة أم المدينة المنورة هيا نفكر أين تقع تقع قبلة المسلمين في مكة المكرمة الكلمة الأولى هيا نلون ننون داخل الحدود كلمة مكة المكرمة أحسنتم تعرفنا على قبلة المسلمين ذكرنا أن قبلة المسلمين هي المسجد الحرام أين يقع المسجد الحرام يا طلاب الصف السادس يقع المسجد الحرام في مكة المكرمة هو أول بيت وضع للناس هو الموطم الأول الذي شهد البناء في الأرض قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا فيه وهدى للعالمين قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة أين تقع الكعبة المشرفة؟ تقع الكعبة المشرفة في المسجد الحرام أين يقع المسجد الحرام؟ يقع المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في غرب المملكة العربية السعودية قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار دروس مادة الدراسات الاجتماعية من خلال قنوات البث التلفزيونية عين مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصاص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية الدرس قبلة المسلمين كانت معكم المعلمة يناس سنتيري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر